من تونس نضم إلينا الصحفية نسرين حمداوي نسرين مرحبا بكي أبدأ معك عن ردود الأفعال على إرجاء رئيس البرلمان النظر في تعديل المرسوم 54 في الحقيقة مسألة تعديل المرسوم 54 تعود إلى شهر فبراير الماضي حيث أودع ملاي قل عن 50 نائبا يعني مشروع قانون لتنقيح هذا المرسوم المثير للجدل في الحقيقة هناك أكثر من 60 شخصا مدعونا بسجن بمقتضى هذا المرسوم الذي تعتبره أطياف واسعة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني التونسي بأنه يحد من حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر هذه المبادرة بقت حبيثة مكتب البرلمان حتى تم إداع قبل نحو شهرين مبادرة لإسراء أو تعجيل النظر في هذا المشروع قانون تنقيح المرسوم بعد ذلك جاء هذا التصريح لرئيس البرلمان إبراهيم بودربيلة يقول أنه سيتم إرجاء النظر في تعديل المرسوم 54 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية باعتبار أنه يرى أن كل القوانين أو المرسيم الاستثنائية الصادرة عند الرئيس التونسي قبل الانتخابات هي بمثابة القوانين السارية المفعول ولا يمكن تغييرها إلا بعد قدوم ربما رئيس جديد أو موصلة العمل بدستور سنة 2022 هذه القراءة القانونية إلى حد هذه اللحظة لم يوافقوا فيها أي من أستاذ القانون الدستوري أو المحللين في هذا السياق لكن وفقا لذلك هناك ردود أفعال مختلفة من الساحة السياسية التونسية بداية بالبرلمان حيث أن هناك شق واسع من البرلمانين أيضا الذين يشاركون إبراهيم بودربالا هذا الرأي باعتبار أنهم يقولون أن هذا المرسوم من شأنه أن يقلل من حلة التوترات السياسية وتنقية المناخ السياسي وأيضا حفظ كرامة الناس باعتبار الكم الهائل من حملات التشويه والإساءة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المقابل هناك حملة من قبل كل المنظمات الوطنية أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل الرابط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرهما من المنظمات الحقوقية كانت طالبت بإلغاء العمل بهذا المرسوم لما له من تذيقات على تقريبا كل المعارضين السياسيين وحتى بعض الأصوات الإعلامية والصحفية نشير أيضا إلى أن هناك عشرات المواطنين العاديين الذين تم سجنهم بمقتضاء هذا المرسوم طيب فيما يتعلق بالقضاء التونسي وفرضه حضرا إعلاميا ومنع السفر وعدم الخروج من منطقته السكانية كيف تفاعل هذا الخبر فيما يتعلق بالمرشح عبداللطيف المكي يعني من الناحية السياسية لم يصدر أي حزب سياسي أو فعالية مدنية بيانا أو بلاغا لأتعبير عن موقف معين من هذا القرار القضائي ما عدا حزب عبداللطيف المكي وهو حزب العمل والإنجازة الذي أصدر ظهر اليوم بيانا أدانا فيه هذه الخطوة القضائية وقال أنها تهدف إلى التضييق عن مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية تعلمون أن المترشحون لهذه الانتخابات يتعين عليهم جمع توقيعات شعبية من عشرة ألاف ناخب على الأقل أو توقيعات من عشرة نواب بالبرلمان التونسي وبالتالي هذه الخطوة يقول الحزب أنها قد تحد من حركته ومنقدرته على جمع هذه التسكيات وبالتالي لا يوجد أي رد فعل رسمي كما قلت من أحزاب سياسية أو مجتمعات مدنية وغيرها لكن في المقابل هناك بعض النشطاء على ما وقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت أراءهم في الحقيقة بين من يقول أن هذه القضية تعود إلى ما لا يقل عن عشر سنوات القضية التي يتم فيها التحقيق مع عبدالطيف المكي المتعلقة بوفاة جلاني الدبوسي وهو أحد رجال نظام بن علي وبالتالي فإن هذه القضية مثارة منذ سنوات ولا تتعلق بالسياق الانتخابي الحالي هناك من يقول أن هذه خطوة للحد من حرية المنافسين المحتملين ربما لرئيس التونسي وحول هذه النقطة جديد المعلومات أي أخبار جديدة فيما يتعلق بالمترشحين للانتخابات الرئاسية الأحزاب التي أعلنت بالفعل المشاركة والمقاطع لهذه الانتخابات بداية بنها بحركة نظام فإن هناك حالة من التذذب باعتبار أنها أحد أهم مكونات جبهة الخلاص جبهة الخلاص كانت أكدت قبل نحو شهرين أنها لن تشارك في السباق الانتخابي لكن حركة نظام أصدرت قبل يومين بلاغاً قالت في أنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بالمشاركة أو عدمه في هذا السباق الانتخابي ربما تتحدث عن تزكية مرشح بعينها أو مساعدة مرشح من خلال قاعدتها الشعبية المتآكلة تقريباً خلال الاستحققات الانتخابية السابقة فيما عدد ذلك هناك بعض الأسماء التي عبرت عن نيتها في الترشح وهي ليست منحدرة من أحزاب سياسية كبيرة كما يقال أو لها تاريخ ربما على الأقل في السنوات العشر الماضية هناك بعض المرشحين الذين اشتغلوا في مناصب سابقاً تحدث عن الصافي السعيد الذي كان شغل عضواً بالبرلمان التونسي وأيضاً هناك منظر زنايدي وهو أحد رجال نظام بن علي وهو مقيم في الخارج أيضاً نتحدث عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي يؤكد حزبها أنه يتمسك بها مرشحة رغم أنها قابعة بالسجن منذ أشهر طويلة وأن عملية إيقافها ربما تطول إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وبالتالي هناك بعض الأسماء التي المجهولة ربما بالنسبة إلى الشارع التونسي ولم يعرفها سابقاً سواء منظمة ضمن أحزاب مرخص لها أو حتى ضمن النشاط المدني والسياسي خلال سنوات الماضية شكراً لك من تونس الصحفية نسترين حمداوي على كل هذه الإضاحات شكراً لك